حال المدارس في القرى وخاصة القرى الصعيد ما كانتش أحسن حاجة ولو ما كانتش أحسن حاجة أحياناً بتكون مكدسة أو زي ما شفنا في التقرير اللي فات أحياناً بتبقى بعيدة على كتير من الطلاب يعني زي ما قالت بيضطر أحياناً ابنها أنه يمشي 2 كيلو يومياً رايح جاي وأحياناً بتبقى المسافة أكبر بكتير من كده ممكن تروح من قرية لقرية أو من قرية للمركز نفسه عشان تروح للمدرسة أعتقد ده اللي بتحامل مبادرة الحياة كريمة أن هي تقضي عليه تلك المشاكل المتعلقة مش بس بالإنشاءات ولكن أيضاً بالتوزيع العادل للمدارس والفصول وكمان بكفافات تكون محترمة تعلق بالناس فيه اهتمام كدير بتقديم المدارس وكمان إنشاء مدارس جديدة وزيادة الفصول ولو خدنا مثال مثلاً قرية نزة قرار لو أنا قلتها صحة طبعاً زبايلي يسلحوني قرية تابعة لمركز منفلوت في محافظة أسيوت كان لها نصيب كبير من خطة بناء المدارس وتم إنشاء 27 فصل جديد وعادة تأهيل المدرسة الموجودة بأسيوت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر